طيب عايز اقولك بقى اللي بيدور في التراجي قبل مواجهة النادي الاهلي في اياب نهاية دور ابطال افريقيا تعرف برضو ايه اللي بيحصل في التراجي اليومين دول عشان تفهم برضو قبل مواجهة الاهلي هم عاملين ازاي يلا بينا محمد امين بن حميدة مدافع التراجي الاساسي اللي تعرض لاصابة في دقائق الاخيرة من عمر ومبراطي الزهاب امام الاهلي خضع لفحصات طباية دقيقة اليوم وتأكدت جهزيته للمشاركة في لقاء العودة بشكل طبيعي وهتواجد مع بعثة الفريق المتجهة الى مصر غدا الاربعاء ان شاء الله كمان مسؤول النادي التراجي التنسي رصدوا مكافئات استثنائية للعبين وكذلك مكافئات خاصة لميجيل اكرتوزو المدير الفني للفريق حال تحقيق لقب دوري ابطال افريقيا على حساب النادي الاهلي ان شاء الله ميخضعش بإذن الله مران التراجي اليوم كان مغلقا تماما بقرار من كردوزو ووفقا للتقارير التونسية كان هناك تدريبات خاصة على العرضيات والتزديد المباشر من الخارج فضل عن جلسة خاصة مع سلاسي الخط الامامي يعني الساس ورودريجو رودريجيس وحسام الدين غشة لمنحوم تعليمات خاصة استعدادة لمواجهة الاياب طيب